ونختم على أخبار السياحة حيث دعا وزيرتي العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبدالوهاب نوري لترقية السياحة خاصة بولاية البويرة التي تعد ولاية محورية كاشفا عن فتح الحظيرة الوطنية جدا لاستغلالها السياحية إجاد وسائل لترقية نشاط السياحة الجبلية معلدا عن دفتر شروط جديد لاستغلال الفضاءات داخل الحظيرة الوطنية عبدالوهاب نوري وخلال الزيارة التي قدته إلى ولاية البويرة لمعينة العديد من المشاريع الفندقية على غرار حظيرة التيميا كشفا عن 12 مشروعا قيد الإنجاز و20 طلب استثمار قيد الدراسة كشفا أيضا عن 12 مشروعا سياحي بطاقة إيواء تعادل 1176 سرينا بقيمة مالية تقدر بـ 2.5 مليار دينار ما يسا يخلقه أو من المتضع إذن يخلق 530 منصب شغل نعرف الوطنية يجب أن نستمر الى الإطارة التعاية في المناطقق للمناطقق ونحن التعاية حين أن ينفع الاجراء في الأمة في موقف المناطقق فالجر ، يعي Lindsey ينفع في الأمة ، ينفع الإطارة وليس مرة إلى الأمة